السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي حضراتكم الجماعة يا ربي دايما تكونوا بخير بتاريخ السبت 23 مارس 2024 كنت مع صديق لي واخي فاضل لحضور منقشة الدكتوراه في اللغة الانجليزية وده تخصصه وطبعا لما رحنا وحضرنا وكان بصراحة مناقشة جميلة جدا وبالمناسبة ذميلي هذا وصديق العزيز جدا حصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الاولى طبعا نرجع بقى لموضوعنا الاساسي وهو اللي كان البانر مكتوب فيه دكتوراه الفلسفة وطبعا اشمعنا دكتوراه الفلسفة وليه مش الدكتوراه فقط الدكتوراه الفلسفة او دكتور اوف فلوسوفي والتي ينمز لها بالPHD هو الشخص الذي يحمل الدرجة العلمية الاعلى في تخصصه وهذه الدرجة العلمية هي امتلاك فلسفة ذلك التخصص اي امتلاك القدرة على التفكير والابداع بمنهج ذلك التخصص والقدرة على التنظير له والوصول الى النظرية العلمية الخالصة والمجردة لهذا التخصص هذا المستوى النظري الاعلى لعلم ما بيسمى فلسفة ذلك العلم وكلمة فلسفة هنا ملهاش علاقة بالتخصص الاكاديمي للفلسفة فعندما تحصل على دكتورال فلسفة مثلا في الطب او الهندسة الاداة بالتاريخ علم النفس الصيدالة اي تخصص اخر فهذا يعني انك امتلاكت ناصية ذلك العلم واصبحت حكيما فيه بالمعنى اليوناني القديم للحكمة وهي امتلاك المعرفة من اجل ذاتها اما بقى كلمة دكتور فهي ترجع الى اصل لاتيني وتعني عالم لاهوتي لديه القدرة على عرض المذهب الديني الرسمي للديانة الكاثوليكية وتعليمه للناس طبعا والدفاع عنه وهي قريبة في معناها من الفقيه او الاصولي بنسبة للحضارة او الديانة الاسلامية وكانت درجة الدكتوراه بتمنحها الكنيسة لرجال الدين المتخصصين في اللهوت منذ العصور الوسطى ثم طبعا تحولت الى الدرجة العليا التي تمنحها الجامعات في التخصصات غير الدينية في العصور الوسطى المتأخرة وكي يتم التمييز بين الدكتوراه الاصلية التي كانت تعني درجة في علم اللهوت المتخصص والدكتوراه في التخصصات الاخرى غير الدينية سميت الاخيرة بدكتوراه الفلسفة تمييز لها عن دكتوراه اللهوت لان العلميين الاساسيين في اوروبا انذاك كان العلم الديني المسمى باللهوت والعلم الدنياوي او المدني وهو الفلسفة وما طبعا تشمله من كل العلوم الفرعية والفلسفة كانت تضم كل العلوم حتى بدأ الانفصال التدريج بينهم بدءا من القرن السابع عشر الميلادي اتمنى تكون الحلقة يعني عجبتكم كان فيها قدر من الاستفادة والسلام ورحمة الله وبركاته